كشف مدير مكتب الإعلام والتوثيق من الإدارة العامة للبحث الجنائي وليد العرفي أنه تم القبض على مرتكبي جريمة قتل شهيد صلاح قليوان وأضف العرفي في تصريح خاص لقناة ريبيا الحدث بأن ضباط التحريات تمكنوا من القبض على مرتكبي الجريمة في أقل من 24 ساعة وإحالة القضية إلى النيابة العامة بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على صرف الأنبياء المرسلين سيدنا محمد على أهل وصحبه المعين اليوم نحن داخل مقر الإدارة العامة للبحث الجنائي في مدينة بنغازي نكشف خيوط جريمة كادة تقيت ضد مجهول ولكن بفضل من الله عز وجل وأيضا بهم رجال التحريات داخل الإدارة العامة وخصوصا المجموعة الثانية كم تم كشف هذه الجريمة بعد حالة المحضر إلينا من النيابة العامة في أقل من 24 ساعة تم ضبط كل جنات ومعرفة من قام بقاتل الأستاذ صلاح قليوان الآن قضية تم حالة النيابة العامة وبحسب اعتراف المتهمين فقد برروا ارتكاب الجريمة والسرقة لضيق الحياة المعيشية وأن جميعهم كانوا تحت تأثير المخدرات حسب قولهم من العامة المولونة يأتي enslها الثاني. قلواتهم أننا قد نظرة أن تم حالة اتصالي أستطيع بشكل جيد. عملاً وحسبنا مmare أتصالي. قلواتهم قد أولاً بحيث عورده ومعرفة عرص الحياة نمشوا أمتى نمشوا في الليل طلعنا في الليل مع الواحد واحد ونصف قلت لي أنت تنزل عليه لأنه لم يعرفك وكذلك تنزل عليه أنت تمسكه وينزل المفتاح يخش للحوش بصفة أنه يقربه له وممكن عرفه كل الفلوس ينزل له يخش يأخذ الفلوس وطارق يثبت بالسلاح حتى لا يتحرك نأخذ الفلوس ونركبه في السيارة ونعده ونسيبه ندخل نحن مزاق ونضربه ونضربه في السيارة ونضربه ثم نضربه ونضربه لم أتوقفه ونضربه لكن الحقيقي تمسك ونضرب كما أقل ونضربه فلا يصبح أن أقل تردد عليه نعم يجب أن يأتي ويرن عليه ويرن عليه عارف أنه عنده فلوس يعرف حياة شي بنا عارف أنت عنده فلوس عارف أنه عنده فلوس عارف أنه يتكلم